موسيقى صباح الخير مشاهدين اليوم السابت 11 آب 2012 حلق جديد من برنامج الحدث قد طلع لكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي الكاتب والمحلل السياسي استيزيوزاف أبو فضل برحب فيك استيزيوزاف في هذه الحلقة هناك الكثير من الملفات بحاجة للتوقف عند بداية توقيف الوزير والنائب السابق ميشيل سماحة والكم من الاعترافات الذي أغرق الصحف اليوم والتسريبات التي كانت عرضت بالأمس على التلفزيونات ومنها قناة الجديد سرب إلينا أيضا جزء من اعترافات الوزير السابق ميشيل سماحة إذا كان فعلا ميشيل سماحة قام بما قام به لماذا وإذا لم يقم بما تهم به لماذا اتهامه هنا سؤال بدي استفيد أيضا من خبرتك القانونية لنسأل ماذا في هذا التوقيف كيفية أو قانونية هذا التوقيف الأحكام فيما بعد الدفاع بمجمل هذا الملف أيضا وأيضا بدي أبحث بموضوع النائب معين المرعبي بالأمس في معلومات وردت الآن على فكرة هلأ أبلغوني أنه ملف الوزير السابق ميشيل سماحة أحيل للقضاء العسكري منذ أقل من دقيقة من الآن سنبحث في هذا الموضوع الهجوم على قيادة الجيش رد قيادة الجيش وطلب استجواب النائب معين المرعبي أو بالأحرى الإدعاء عليها في النيابة العامة إضافة إلى الملف السوري وحضرتك عم تكون بسوريا عم تتردد على سوريا بالمرحلة الأخيرة كيف هي المعطيات على الأرض هناك الصورة أكثر ستنقل إلينا حضرتك في خلال هذه الحلقة بجدد ترحب فيك السيد جوزيف أبل أن نستعرض كل هذه العنوان وتحديدا عنوان اللي ورد حاليا وهو إحالة الملف إلى القضاء العسكري ماذا في هذه الإحالة؟ كيف يمكن أن تسهل هذه الإحالة من التحقيق ومن الوصول إلى نتيجة؟ هل فعلا مدان ميشيل سميحة؟ أنا شو إذا ختم التحقيق أو لا؟ رح نسأل في هذا الموضوع ونحاول نتواصل مع مرسلين اللي منتشرين بأكثر من منطقة لمتابعة هذا الموضوع تحديدا للوقوف أكثر على أطول عودي لكم مشاهدين ولو متابعة برنامج الحدث وضيفي الصحافي عفوا الكاتب والمحلل السياسي السيد جوزيف أبو فاضل لفترة طويلة كن زميل صحافي لألنا على كل حال كنت أكتب بس مش كصحافي ككاتب سياسي على كل حال السيد جوزيف بداية من ملف توقيف الوزير ميشيل سميحة تقول المعلومات في إطار التسريبات التي أخرجت من التحقيق مع الوزير السابق ميشيل سميحة تقول أنه اعترف بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وتجنيد لبنانيين لاستخدامها ضد شخصيات في الشمال شو بدأ سوريا من لبنان أول شيء في تعظيم الموضوع يعني أنا كل شيء ما نصادر عن قرار قضائي بعد كيف بدأ نفوت فيه إذا كل تسريبي بك ترد عليها يعني بتحس أنه فيه تدخيم لموضوع الوزير ميشيل سميحة بعدين فيه شغلة يعني ميشيل سميحة فيه عنده خصومة وعداوة حتى بينه بين فرع المعلومات هوني بهذا المحور عم يطالبوا بنقل منفه إلى مديرية المخابرات بترجع يعني إلى أنا بأيد هذا الأمر لأنه عم بقوله مثل ما قبل شوي يعني إجاك خبر أستاذ مالك أنه ما بعد إذا خطوطي من التحقيق معه وخطوطي من ملفه أحيل إلى محكمة العسكرية بالمشان يعني إجراء المقتضى على كل حال منذ قليل كمان وبلغت أنه الوزير ميشيل سميحة الوزير السابق ميشيل سميحة أصبح في سجن المحكمة العسكرية في المتحف يعني خرج من قوى أمن الداخلي من مبنى المديرية العامة لقوى أمن الداخلي بعهدة فرع المعلومات لتستلموا مخابرات الجيش مخابرات الجيش أم بعدها فرع لا دائما تشوف بالمحكمة العسكريية سلم الملف إلى النيابة العام العسكري tournament بالمحكمة العسكرية في شغلة أستاذ مالك بالمحكمة العسكرية كل شخص يأتي لو يكون Kahlo من قبل أمن العام أو كلمة إستقت取ع اللي يسوءوها هنة اللي يموقفينو لكن من يسيله juice فإذا لم يدينا الطعام به شرط العسكري مهلا جيز كثير ولا يحمь حماية محكمة العسكرية الوزير أسمحها وجع اسمها بالسجن هلأ بنا نشوف النياب العامي إذا بدأت تشوفه النياب المدى مفوض الحكومي يعني مدى عام سأر سأر أو بدأ يحوله فورا إلى قد التحيق الأول أبو غيدة عندها بيصدر له مذاكر التوقيف وجهي بحقه لسي توقيفه شرعي ضمن الله هلأ ما بعرف شو يعني أنا ما فيه إتكيل يعني على كلام صحف قبل ما فوت بهذا الملف ميشين لأنه بدنا نسأل أكتر بتفاصيل ما ورد وماذا تريد سوريا من لبنان ولماذا نقل المتفجرات أشرت حضرتك أنه ميشيل السماحة عنده عداية شخصية مع فرع المعلومات ولكن المحصي لفرع المعلومات هو فرع أمني بلبنان واللي قام بهذه التحقيقات هو جهاز أمني منه شخصين عادي كتبوا محضر وسربوه لا يتشكك فيه يوم هذا جهاز أمني لماذا التشكيك في هذا الجهاز بداية وهل فعلا في لبنان أصبحنا في مرحلة أنه عنده عداية مع الجهاز الجهاز بيركب له ملف أنا ما قلت بيركب له ملف أو ميشيل السماحة عن المفجرات أنا بس شوف الملف بيحكي حينما يقول وحضرتك مش أول شخص بيحكي عن عداية واخلاف بين ميشيل السماحة وفرع المعلومات هذه بتفيده بالمحاكمة إذا وصلنا لهونيك أو عند القضاء لأنه بيطلب رد هذا كل موضوع وبيعت بارتحيقات باطلة هلأ إذا كنت يرجع عند فرع المعلومات ما حيقول شي إذا كشوف شو هلأ محامين بيقدروا شوفوه وأنا بتعرف أنا ميشيل السماحة إلي سنتين ما بحكي أنا وياه وقلت من هون هجمتوا من عندكم مع أنه هو بفريقنا السياسي ولكن بأن الضرورات لا تبيح المحظورات بهذا الفريق السياسي نحنا ما بدنا يسقط بأي ما يسقط بأي مرحلة وإذا حتى على فعل أنه الوزير السماحة عمله وغلط وكذا نحن ما بنقبل هالعمية عمله إذا كان وأنا أكيد أنه مشال السماحة ما بيعمل هالشغلات مشال السماحة منه دموي مشال السماحة ما بتعرفوا مشال السماحة من زمان مشال السماحة منه دموي ولا بيعرف يستعمل السلاح أنا جوزيف أبو فاضل أنا عمقلك وكان يجي لعنا على المجلس الحربي مشال السماحة إجاب عدان عند إليح باية ما يمنو منو عسكري مشال السماحة لن يلبس بدلة ويقاتل هكذا الحال عنده خصومات بروح فيه على الآخر رجل سياسي كمان مشال السماحة شخص سياسي ما بعرف أنه أنا ما فيه دافع عن ملف مش موجود قدامي بس بذات الوقت عن مشال السماحة وعن سياسته أبدي دافع لماذا إقحام السياسة في ملف مثل هذا النوع يعني اليوم حينما تقول تحقيقات إنه اعترف بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بغض النظر عن مضمون هذه التحيات عم تقول حضرتك بدك تشوفها ولا لا يعني ليبنى على شيء متضاه ولكن لماذا إقحام السياسة في الموضوع يعني ليش من أول لحظة صار أنه ما حدا يحكي أول لحظة يا أستاذ مالك ما حدا بالعكس كان في لهم ما حدا عم يحكي يعني بالليل بآخر الليل فاتوا على بيته أكتحام يعني مشال السماحة اللي فاتوا على بيته بهذه الطريقة يعني طريقة التوقيف كانت غلط كل شيء كان غلط بس مش طريقة مشال السماحة يعني لو وقفوه مثلا إذا كان بدون شيء منه أخذوه عن طريق مع هؤلاء عبوات معه كان أفضل إذا لم يحكوا فيه عبوات بس مشال السماحة فوتي على البات طب هالذان ما فاتوا لها على الفرشة ربما عمل مات بسكة قلبية قتل طب شو التحيات كلها شو بقى بتفيد ما هني بتحمله مسؤولية في قانون اسمه أصول محاكمات الجزائية حتى لو كان الملف خطير لو شو ما كان بس أني فاتوا لأنه بيعتبروا أنه معه حرس ما يكون من حزب الله أو شيء أنا أقول شو عم بيخامنه هنا أمنيا فاتوا نغرم بشيء ما يعمل أي اتصال يعني بيخلعوا الباب وبيفوتوا ما في لزوم يعني بقدر خطورة الملف يجيز القانون لا يجيز القانون لا يجيز القانون للقانون توقفات أنه يتم بهذه الطريقة يا سيدك هذا المدير العام الأمن العام اللي هو عباس إبراهيم شايد المولوي كان فيه يوقفه عن طريق ومعه ناس ويعمل ما يزرع عن الطريق أو يروح يجيبه من بيته لا نترو لأنجا فات عم ابنى الوزير محمد الصفدي استدرجوا عم ابنى الوزير لا ما استدرجوا هو جاي هني يحكيوا جاي بضمصاري في السوق تتبين أنه كان الاتصال من الأمن العام وركب لاستدراجه لحتى فيما بعد توقيفه بغض النظر عن الموضوع تم توقيفه أنا بشك أنه الأمن العام يستدرج ناس أو حتى ما رح أحكي كل الأجهزة في لبنان شغلتها تعمل شيء أمن ولكن الوزير سماح الفوت الفاتوة الأمن العام كان فيه عن مجزرة ويأخذ شهادة المولوي هو أخده هاك يعني ورده مرده كانت سيارة الوزير محمد الصفدي نطرته قبل ما يطلع عرار إخلاص سبيل الموكب تبعه وأخده وراح عند الرئيس نجيب مئاتي وشاف خاطره كمام البات كان لبس كل تيابه الرئيس مئاتي يستقبله لشهادة المولوي شهادة باك المولوي أما أحمد الأسير أحمد باك الأسير بسكر الطرقات بيقطع الطرقات وبيضرب الناس ما حدا بيقول له مرحبا بروح وزير الداخلية الموجهة للتحية لحميد مروان شاربيل شخصياً اللي عنده طي يتفوض معه طي يفك مخيمة وعم يعمل حالة مذهبية وطائفية يعني هلأ أنا بدي يشوف هون شو جرم مشال يسميح اللي قدر أحكي وبعدين حكي وأعلام وعم تعظيم المواضيع أكيدي لأنه فكرة أنه وعية البقرة لا يعني موضوع منه يعني حتى دخلوا رئيس الأسد دخلوا كبار القادة بسوريا أنا عم بيحكي لأنه من يمطلع عملات ما هذا بس إذا كان الموضوع صحيح إذا فعلا هناك نقل متفجرات من لبنان إلى سوريا وتجنيد لبنانيين وحتى تقول التسريبات تقول التسريبات أنه يوم سؤل الوزير ميشيل سماحة من طلب منك هذا الموضوع كان عم بيقول دايما الأسد هيك بده بشار هيك بده هكذا قالت بتسريبات أنا جيت مبارح تعرف أنا إلى ثلاثة يام فوق هو قال أنه بشار بده هيك ولو أنت بتصدي أنه رئيس بشار الأسد بهيك أزمة بده يبعث متفجرات ومع ميشيل سماحة سمح لي عندي سؤالين خليه خليه كفي بهيك أزمة كيف أنه بده يبعث متفجرات ومع ميشيل سماحة على لبنان لش ميشيل سماحة وين الجهاز عنده يا بلبنان مشيل سماحة بيعرف المتفجرات مشيل سماحة بيعرف بسلاح على كل حال هذا الموضوع ستثبت التحقيقات أكيد بس أنا بعرف عن شخص مشيل سماحة أنا قلت ليس أنت أحكي معه لماذا بتحكي معه كنت أسألك هذا الموضوع ما بينحمل أنا ما بتحمل ما بتحمل مش بإيدي يعني مش أنه ما عدت حملته خلاص لأنه ماشي الحال بسورة فلسف يوم تسميته مشيل سماحة مشعل أنا أساس صحيح وقلت لي ميلو حق رد قلت لي خلي رد بس أنا قلت لك الضرورات لا تبيح المحذرات أنا هلأ شلت كل شي موضوع شخصي وحتى يتحيل بتصرفه كنت على قناة الدنيا حتى يتحيل بتصرفه وتصرف زوجته شو بدي وعصا كمحامي وكل شي يعني أنا كفريق دفاع بخدمته أكيد هو وبعرف أنا عنده محاميين اثنين أثنين ينص والأثنين مالك سيد يعني وأصدقائنا ومنقدرهم ونحترمون ونحن يعني مش بحاجة بالأمس يقول سيد مالك سيد أنه فيه توجه لتشكيل لجنة الدفاع عنه حاليا أنا مسعد تكون يعني كيف تتصف نحن ما فينا بس أنه رئيس الأسد هايك بده ما بارشو يعني إذا كان مشاهل سميح عيد لا بيكون مشاهل سميح بقعتوا معك سوريين متفجرات للسيارة أنا سيارتي موجودي جايب ابني معي أنا بياخده معروف عني أنا أنا من بعض الحرب البنانية أكست على كل شي بس قبل الحرب البنانية عامل السبعة ودن متى يعني أنا كنت عم قاتل مثلي مت كل الناس وحمد لله مرتاح ضميري مرتاح وأنا الواحد برفع يدي يدي بيض مثل التلج لا حدا قالوا معي ولا قالوا مع حدا الحمد لله أضايحوا كلهم وأنا بحب سلاح أنا بحب سلاح إن هوايته هوايته أنا بلزق متفجرات شو هابيلي أنا تقول تقول حضرتك أنه حطيت علامة استفهام حول موضوع العلاقة المتوترة ما بين محافظ الألقاب وفرع المعلومات اليوم ميشيل اسميحا ليس الوحيد اللي علاقته مش جيدة بفرع المعلومات اليوم حتى جوزيف أبو فاضل علاقتك مش جيدة ما عندي شي ضدو أنا ما بعرف حدا منه ما بتعرف حدا لماذا أنا كنت وحيد أقول وهلأ أنا أكيد أنا كنت أقول فرع المعلومات هو ليس شعبي إنون عم يحكي عملوه شعبي عرصنا وعيننا وكل واحد إيلا معي حضرتك أنا إيلا كل واحد حضرت أرزي عرصنا هو عرصنا بس يحط عرصه هو على رأسنا بس يحط يمشي وفق الأقوانين اليوم الفوتر فاتوا عبات مش جال اسميحا لا فرع المعلومات لمدير المخابرات وللأمن العام ولأمن الدولة إنه حق يعملوا العملوه فيهم أي شي يشوفوه على الطريق لما يشال اسميحا يوقفوه بطريقة يبعتوا وراء بس إني خافوا يكون في عنده تواصل معه عنده شي جهاز كبير مثل ما هني جيت المعلومات بس ما هي الفوت إذا بدك تقارن الموضوع توقيف شادي المولوي كان مشابه من إبل الأن العام ما فيه كاميرات فيديو وشفت كيف اقتحموا المبدأ ما اقتحموا وشانجلوا وظهروا فيه ايه وظهروا وفاتوا في المكتب نزال منايم نزال منايم بتاخته شايلوا من التاخت نحن معه يعني قضية التوقيف سيد مالك هلأ شو بيأخذوا أتدابير بالمحكم العسكرية أنت بتعرف يعني موقف من القضاء وخاصة من القضاء العسكري بس أنه الدخول إلى هذا إلى المنزل مشال سميحة بهذه الطريقة مشال سميحة رجل سياسي هلأ شو فيه بالملف صغير بحث بس كمان هني يعني يعني فريق الأربطاش أدهر يعني هو يناوي على مشال سميحة يعني أنا كمان حتى شو اسمه رئيس جهاز الأمن يعني مدير رئيس جهاز أمن القومي بسوريا شو اسمه اللي بيع عليه مملوك ثم هلأ معقول يعطيهم اتفجرات مشال سميحة يعني بدي أسأل عن سوريا والتفصيل أنا بدي أسأل أنه ما مصلحة سوريا في هذا الموضوع لك ما خليه كافي لك أنه معقول هذا زنمي عنده ملفات مسيكة معقول يعني علي مملوك يعني قاعد فاضي بس يهتم لمشال سميحة لأنه نحن ننتظر التحقيق بس أنا بشكل يعني يعني عندي شك بهذا الموضوع بس هلأ مشال سميحة إذا كان مخبص صحيح وأنا بشكل فيه بيكون يعني بيكون جنع نفسه يعني جنع نفسه كتير وأنا قلت لك بعدني بشكل فيها تقول تقول أيضا التسريبات في هذا الموضوع تحديدا ما سرب اليوم في صحيفة المستقبل وبعض مستقبل مستقبل عملوني قال أنا سفرت على وصل هذا اللي دقيني فتحت يعني وقت سبني هوني قدربته أنا يعني عيد ما بتنمدعش بس بالجزيرة بقناة جاء المعاكس كذبوا عني قال أنا جيت وفتحوا لي شمطانيا بقناة الدنيا بدون ما أوس أنا عرف بس عيب لأنه أنا متوعد مع الدنيا من شهر وطلعت دغري بالله الفتعة السيديو يعني لا أنه لا بيخترعوا بيصير يتخيلوا ما سرب ما سرب ليس فقط لصحيفة المستقبل لأكتر من صحيفة لا أنا كان راهة بس يوم تقول تقول المعلومات أنه يوم ووجه الوزير مشيل سميحة بالتسجيلات اللي مصورته والاعترافات للشخص الذي كان يتعامل معه وعرض عليه مبلغ من المال لتجنيد لبنانيين لزرع المتفجرات طلب لقاء العميد ويسام الحسن وحين التقاه لفترة وجيزة تلفع للندمة أنه الندم عن اللي يعمل وأنه الحمد لله اللي لحقته الموضوع قبل ما يصير في دم أنا هلأ طالع من الموضوع وما في بداية دم مشيل سميحة من 65 سنة أنا أبقو شغلي هلأ يعني مشيل سميحة رجل سياسي إذا عم يشتغل الأمن بيكونه أخطأ وأنا عندي أناعة يعني أنا ماتني تعرف شخص حضرتك تعرفه أنه ظلمه مش دموي ما بيحمل فرد ما عنده يعني منه لابس بدلة عسكرية كل حياته منه يعني منه شو اسمه كل أمر اشتغل بالطلاب كان بالكتائب رجع راح على القوات رجع يعني ما راح كمان من قوات لا أساسا يجع على القوات يجع عندي إلي حبائق يجع لعنا عم ابناء الأمن يعني ومن يومتها صار بس هو يجع بثمانينات يعني ما يجع بالسبعة وسبعين من نحن نزلنا على المجلس الحربي ما كان فيه ما كان يعني ما كان أساس معنا هو بس كان بالمنطقة كان عنده حدا قريبه بسوريا عمه مطران أو شي عمل علاقات بين السوريين والقوات يومتها بين الله يرحم الشهيد بهذا الموضوع ما كنا نشوفه عسكري ومنه عسكري يعني ميشيل سميحة منه أمني منه عسكري يعني ما بعرف رجل سياسي رجل سياسي أكيد رجل سياسي يعني ما بعرف هذه القصة كلها سوى اليوم جوزيف أبو فاضل المحامي عرض على ميشيل سميحة أن يتولى ضمن يتولى عنه دفاع عنه ضمن ضمن هيئة الدفاع اللي بد تستكمل في المرحلة اللاحقة كيف يمكن لحضرتك من وجهة نظر قانونية قضائية بحث كيف يمكن الدفاع عن ميشيل سميحة بداية كخطوات شو ممكن يعني تعاملو لا حتى الدفع عنه بكشوف فريق الدفاع أنا ما لدي حق أحكي عنه بكشوف المحامين اتنين فاني ينسوا صيد شو هني بيقرروا بعدين أنا ما صرش بالفريق بالمبدأ بداية لازم لازم يكون في لقاء بين المحامين والوزير السادق أكيد هل يحضروا عنه بيحضروا معه وبيطلعوا على الملف إذا كان في استجواب بيكون استجواب لأله بيحضرهم بالمحكمة العسكرية بالمحكمة أنت قاضي التحية الأول أو عند أياه ما أعرف من لأنها بالمناوبة ما أعرف أي قاضي التحية بيسلمها بعدين إذا إحنا هلأ بعطل قضائية بتعطيل المحكمة العسكرية لا ولا محكمة بتعطيل كلهم ما حدا بيحضروا في مناوبة لا ما حدا ما حكي ما بتعطيل بس يعني بهالمموضوع هذا إذا بكتمشي فيه حسب ما عم يقوله الصحب والتسريبات بيروح عن المحكمة العسكرية وبيتعون مذكر التوقيف بس إذا كان بيحضروا إذا نقل متفجرات أو أو يعني تحريض على القتل أو ما أعرف بس أكيد رحين فيها عينون الإرهاب 111-58 مفوضة الحكومة المعاون المناوب القادي سامي صادر يعكف على دراسة ملف سماحة تمهيدا للإدعاء عليه وإحالته إلى قادي تحقيق العسكرية يدعو يليهم على يوجه حلو على قادي التحقيق هذه المعلومات من 13 دقائق نعم بيقدروا هل عملوا ملف لأشوف بأي مواد بدوا يحيلوا نعم بس هذا يعني يقول لك شغلي أنا قضاء العسكري إلي ثقة فيه قضاء العسكري هلأ بيقول لك محكمة استثنائية هي محكمة خلص صارت معروفة المحكمة العسكرية بس مش مثل المجلس العدلي هذاك مجلس ملي يعني بيجيبه من كل طايفة قاضي بيحطوه ولي بيحكموه بيكون كل الطواقف حكمته ما كانوا عم يعملوا بالجيش بدوا يحيلوه عن مجلس العدلي لأنه خيه هيدا أنتوا انظر بكترون تحيلوه الدهم المجلس الملي لأنه خمس قضاء قاضي من طايف مدعم يعني أنتوا عم تعملوا محاكمة لأ مجلس ملي بجمع كل الطواقف تدينه الجيش هاي الشغلة فشلت عرقبتكم وما صارت وإنه كل واحد بفكر فيها بيكون مجرم اليوم القضاء العسكري برأيني تراه مختلف عن القضاء العادي أسرع المحاكمات فيه أسرع وصارم أكتر وصارم أكتر مع أنه كل القضاء مثل بعضه أوقت ربما تزر أحكام عن محاكم الجانيات اللي أنا لحقتها 11-12 سنة وأنا عندي الأساس محكم الجانيات تصدر الحكم بتحط الوقاعة بتحط كل شيء وبترسل وبتصدر حكمها بالصورة الوجهية وبشو مكان هم نحكي بمحاكمات العلنية الشفوية إنما أساس حتى بتصير محكم الجانيات بتصير أساس التمييز وأساس كل شيء يعني إنما بتصير فيه بعدين التمييز بيصير على أساس إنوني وليس على أساس الوقايع أو أي شيء آخر نعم اليوم في صحيفة الأخبار كتب جان عزيز مقالا بعنوان لماذا ميشيل سميحة يقول فيه من العيب على الفريق السياسي الذي ينتمي إليه ميشيل سميحة أن يناقش في المضمون في مضمون الاتهام المسوق ضده أو أن يسأل حتى عن وجود دليل أو توافر برهان فيما عملاء إسرائيل الويكليكسيون يحملون ألقابا رسمية رفيعة وفيما مهربوا أدوات الموت بمستوعبات البواخر يعيشون على نفقة هيئة الإغاثة وفيما قتلت فشات الخلئ يختالون بالصوت والصورة بين حلبة والطريق الجديد والأولوية المطروحة على هذا الفريق أن يسأل ويعرف ويكتشف لماذا ضرب ميشيل سميحة وجواب تلك لماذا على مستويين عام وخاص في العام ضرب ميشيل سميحة لأنه منذ أسابيع قليلة تغيرت قواعد الاشتباك في صراع الدائر حول الحدث السوري وباتت القواعد الجديدة أقرب ما يشبه إلى لعبة الملاكمة على حلبة بلا حبال وفي مباراة بلا حكام بدأ الأمر بعد انقلاب بندر في الرياض الذي أعلن عنه صحفيا أنا بديش استطرد مش قاعد بدايرة التحليل الرهباني أنا بديش فوت فيه أنا رأيي الموضوع طبعا الوزير سميحة قال عنه اليوم وزير داخلية يعني وقاله من الآخر أنه من قيام الرئيس سعيد ميرزا مشال سميحة يراقب صحية يعني من ثلاثة جميع العملية تختلف كليا عن كل تعيينات اللي عم فوته ما يفوته مشال سميحة بأضايا استخباراتية وأمنية ويعني أنا يعني هكي شغلات ما بأييدهم لأنه الموضوع غير هكي مختلف كليا يعني ومني هاضمون كلهم أقصص فلذلك أنا اللي بشوفه أنه لا خلاف لا أنه إجاب أندر هونيكي ولا إجاب لان ولا علان لا هو يربط أيضا بحدث آخر لهو محاولة الانقلاب في دمشق قبل تفجير الاجتماع الأمني ويقول يضيف جميع عم يرائب الرجل موقع أيام رئيس ميرزا وإذا كان فيه من تسجيلات بكرة بكرة بتشوف أنه أنا اللي عمل لك ما خصه بفلان ولا علان متما هاي متما الوزير الداخلية وأنا بصدق وزير الداخلية لأله اليوم بموضوع أنه من أيام رئيس ميرزا آخر أسبوع نحن 11 شهر رئيس ميرزا ترك بآخر الشهر يعني صحي إليه 11 يوم زير ضيف عليهم 5-6 أيام هوا هني بلش ملف من قبل ما يعني منه مرتبط بأي ملف طبعا الأزمي لشهرين رح يصير استشهاد الأزمي يعني الشهداء العماد أصف شوكة العماد الثاني شو اسمه داود راج حوال والمجموعة كلها طبعا لا هذه لا مش مأيضة في هذا الموضوع كان لافت الخلاصة أو بالأحرى الهدف من 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 توقيف ميشيل سميح أو من اتهامه أو حتى اعترافاته التفجيرات في عكار يعني الضغط على هل حضرتك هل حضرتك أو إدارة نيو تيفي أو إدارة مين عم بيهاجم معطول الام تيفي أو إدارة الال بي سي أو إدارة الفيوتشر هل أنتوا قاعدين بالتحقيق لا لا أنا عم بسأل عن هذه الخلاصة هل الوضع في عكار هل الوضع في عكار مهيأ للتفجير أو الصحف اللي عم تهاجم وجارب تحط الرئيس بشار الأسد بقضية ميشيل سميحة ميشيل سميحة من هو مستشار رئيس بشار الأسد بغض النظر رح اسأل من هو مستشار بس كان واقف على يمينه لحظة بلحظة بقى أمتى أمتى من سنة من سنتين بالأزمة بسوريا الرئيس بشار الأسد فضي لها القصص لشهد الرئيس وين كان ميشيل سميحة رأم ميشيل سميحة بسوريا ما في يرأم بسوريا ما رأمожалуй بالمعادل السوري ما رأم لا إنسان لبناني عم بساعدة السوريا كيف لكان ميشيل سميحة مع النظام السوري ومع الرئيس بشار الأسد ومع الوزير البسалист بين حان بغض النظر رأم واحد ولا عشر هو رأم عادي مثل Voiceabaa ما بيؤديهم بآخر ما فيه إن السوريين يتغاضوا ويمشوا عزوق مشال اسميحة إذا كان هو أخطأ أو هو على صواب يمكن أن يكون هو على خطأ أو هو كان على صواب السوريين هني بيمشؤون مشال اسميحة بمواضيع عديدة ومشال اسميحة ما فيه قرر عن السوريين يعني ما حد يقول إنه مشال اسميحة مهدى سنة بسوريا لا مشال اسميحة شخص مؤرب من القيادات رجل محترم عنده ساقة فيه بس يحملوا متفجرات الرئيس بشار الأسد ويقول إنه هايك بشار بده أنا بشكل فيها بشكل فيها ومش معقول صدقه ما بتعموا سوريا هيدا شيء بالمرحلة الراهنة سوريا شو إلا مصلحة تشعل المنطقة ما أنا هذا اللي كنت بدي أسألوا إنه عكار شو إلا مصلحة سوريا بتخريب عكار ما أنا مصلحة ما هني عم تعن والسفير السوري وكل العالم إنه يا أخي ما تخلونا عطول أنتم عم تبعتوا مصلحين الأبواب كلها مفتوحة وشفنا هذا الطلع على التلفزيون سليم أباني كيف جندوا كيف شغلوا يكون هو بأرسالي وقال أنا قاعد بحمص وكيف يعني كيف بعد المحطات الخارجية كيف بعد إلا عين تقول لنا أنا هيئة التنسيق النائبية من فلان مش نائبية هيئة التنسيق طبعا حمص هو بيكون عم يحكي من تركيا هذا موضوع يعني السوري عنده أزمة في حرب بسوريا مش فاضين مش فاضين للمشاكل مع لبنان ما بدهم مشكل مع لبنان لبنان هو المنفذ الوحيد اللي يريح السوريين بيجوا على لبنان بيكونوا مرتحين من كل الفرق بس عم يجوا مسلحين يأوصلوا هون هيك ويقول لك لا جايش مراه يعني ما بدهم اضطراب الوقت عفينه ما بيناسبون هذا عم بحكي سياسي ايه بالسياسي هذا الاضطراب أو هذا المشروع اللي كان مخطط لألو أو اللي حكي عنه بإطار ملف مشال اسماحة لا يناسب مشال اسماحة من سنتين كان يسافر مع ثلاث سنين كان انتر مديار يروح عند الفرنساوية ويجي بما انه عايش بباريس يروح ويجي بس بعد مننا كل عالم بتعرفها بس بعد مننا مشال اسماحة بالأزمة السورية شو خصوا شو قالوا دخلي مشال اسماحة مدوزي يعني أنا عم شك أنه مشال اسماحة يعمل هاتشغلات مش يعني مش عم شك أنا يعني ما بسدق إلا بسيط لعرار بدي أسمع عند قد التحقيق بانتظار التحقيقات في هذا الموضوع حكي أستاذ مالك معقولي على تسريبات صحف أنا مش عم دافع عنه أنا مش عم دافع عنه أنا بوكيل دفاع إذا كان أنا يعني أنا إذا كنت أنا فريق الدفاع بعمل دفاع طويل عريض وضميري مرتاح لأنه بعرفه مش دموي معلاش شي ولي جملات يعني ساعة تتخلي عنده شفنا شو صار اخترب البلد كان قداش تقتل ناس يمين وشمال هو زعيم كبير ولي جملات ونحن بنعرف هذا الشي ما عم ننسب فلان لعلان بس مشال اسماحة كان بسوريا مع سيد بوسانا شعبان كان مستشار إعلامي وسياسي لا لا وكان ينسق يروح على فرنسا ويرجع وكان شي كان صلة الواصل بين النظام السوري والفرنسيين بعهد ساركوزي بعهد ساركوزي بعدين شو قلو لا بس أول سنتين من أحد ساركوزي بلشت أحداث زرعة أيام والأيام كلهم صاروا كلهم شو بعد إله دور وهذا هو طلع على التلفزيونات يوم أنت بحكي أن فرنسا بدأت تندم لأنه تقاتلت مع سوريا بهذا الشكل وعادتها لسوريا وكذا كان سوريا ما مرى شهر الأوسط لمعه حق بهالمجال لأن فرنسا بلا سوريا ولبنان كيف تفوت على شهر الأوسط رحيكي عن سوريا بالتفصيل لمصلحة لسوريا بضرب عكر أكيد اليوم فور شعوع الخبر عن هذا الملف أو حتى عن التهديد لعكر أفاد المكتب الإعلامي لنائب ستريتا جعجع عن اتصال أجرته بالبطريارك الراعي ناقلة إليه دعم رئيس حزب القوات سمير جعجع الكامل لموقع البطرياركية المارودية والزيارة التي ينوي القيام بها لعكر وكل ما يمكن أن يحمي ويعزز العيش المشترك بين اللبنانيين تعليقا على الحديث عن محاولات إرهابية لتهديد السلم الأهلي وزرع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين بدءا من عقار حديثة محترم ما هو شيء ستريتا جعجع حديثة ما هو شيء يعني حديث يعني بيظهر هايك بيان شو بدي أقلك بدي أسيبه بيان لطب ومحترم كمان يعني عاد نحن شو بدنا يكون سمير جعجع قريب من البطرق مثل ما هو الجنرال عون مثل ما هو اسلامية فرنجية مثل ما هو الرئيس الجميل هذا المطلوب يعني يعني أكيد يعني إنه إذا سمير جعجع هو الولد المدلل يعني وابن بشري بالنتيجة إذا بتكون بعيد عم تركي يعني مشكل يعني هو بيتأذى جعجع بيتأذى مش البطرق بالعودة إلى ملف الوزير مشيل اسميحة اليوم اليوم الثالث لتوقيف الوزير مشيل اسميحة لماذا في فم الحلفاء ما كلهم بنتظروا التحقيق يعني بنتظروا التحقيق إذا كان مشيل اسميحة لا سمح الله غلطان بيقفوا حده بدافعوا عنه بس شو بيعملوا له بس أنا بقل لك إنه رئيس خليط الأزمة شو اسمه علي مملوك والرئيس بشار الأسد إنه هو فاضين يعطوله أزايف شو اسمه هذا الحكي عنه متفجرات روح عبيون كل واحد منه عنده هم قد الدنيا يا أستاذ مالك حلب فيه أربع خمس منيين نسمة حي صلاح الدين بحلب حي بيطلع عد تلاقي أشرة فيه على أربع مرات فيه سبعمائة ألف إنسان كيف بدوا همهم همهم كيف بدوا يفوتوا الجيش كيف بدوا يطلعوا للعالم فات الجيش طهر الحي بأقل خسائر ممكنة ظهروا مدنيين قبل لا أنا اللي عم بسأله عن الداخل المبناني في عشرين شارع عن الداخل المبناني لماذا صمت الحلفاء يعني حتى تصريح النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللي تحدث فيه عن هذا الملف رجع وضبط هذا الموضوع وكأنه لا يعني الحزب بشكل عام حكرا الحزب لا أعطى رأيه الحزب كلهم لا تقول المصادر للصحف أنه أبلغت الأجهزة الأمنية أنه كلام النائب محمد رعد هو كان تعليق أول على الموضوع وليس جواب نهائي وليس قرار حزبي أو حتى رأي حزبي كامل لحزب الله حول الملف سيد مالك هلأ حضرتك وأنا وأي شخص هون نحن نحكي لش فرق ما يحكي محمد رعد الأستاذ محمد رعد صحيح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عم يعطي رأيه الشخصة شو هو يعني سوري يعني شو شربان كاس وعم يحكي الحجم محمد رعد حجم محمد رعد عندما بيحكي بيعرف كي بيحكي وبيعرف شو بيقصود وما بيحكي كلاما يبيع مواقف يمين وشمال شوف شو الموضوع ملف بما ينضح يتحرك الحجم محمد رعد يعني مش ما يتكلم سمحت السيد حسن نصر الله تكلم رئيس كتلة المقاومة الحجم محمد رعد نعم هذا أمر يعني يعني أمر من البديه أنه محمد رعد يمثل كتلة طفائق المقاومة وفي بعض المراحل الكثيرة يمثل التحالف الشيعي أنا بأيده ممثل بدوت الرئيس لم يهبري حركة أمل وبحزب الله يعني سمحت السيد حسن نصر الله هذا كتبته اليوم صحيفة النهار صحيفة النهار تقول بسألك سؤال أنا جريت النهار هي مع اسماحة ما هي مختلفة معه ما هي على خلاف بغض النظر وفي شهدين من النهار قليل اليوم اللي عم بتقوله في شهدين من النهار اسمه جبران تويني الله يرحمه وسامير أصي الله يرحمه يعني يعني هني بيعتبروا حالهم مجروحين من السوري ومن حزب الله حسب تقرير المحكمة الدولية بس من السوري قد اشتهموا السوري طلع عملية ما في شيء السوري ما خصوا الزباط الأربع اللي توقفوا كانوا طلعوا كأبرياء بعد أربع سنين والحمد لله ما حدا قالهم يعني كيفكم ما حدا سأل عنهم يعني في منطق هوني بأنه النهار يعني اليوم بيقولك مصدر ديبلوماسي مصدر مالي كل يوم بي فيه مصادر مش النهار كل الصحف هذه قضية المصادر مشغلنا قائم على المصادر يا سيد جزاف يا سيد مالي عراسي وعين بس خليني بس كم لك شو حطت النهار أضيح السياسي مثل هاي فيها بشار الأسد ورئيس خليط الأزم اللي حاطته النهار اللي حاطته النهار ما خصوا بهذا الموضوع اللي حاطته النهار يتعلق بموقف حزب الله اللي بدي أرى لك يتعلق بموقف حزب الله تعديدا هل النهار عم تهيس ميقاتي صار أبو إبراهيم بدي أقرر عنها بدي أقرر يعني أنه لك ملا أخرى عن جد بقولوا أخرى بل بي أخرى أريح شي يعني لك ملا بحدة اللي حصل نيرها أبو إبراهيم أنت عملتوا صار قال برحة النهار للهونيكي عند أبو إبراهيم قال له بس تسقط حكومة نجيب مئاتي ساعتها أنا بيترك المخطوفين عم يتصل فينا ساعد الحريري وعقاب صار شان مزخرة سأحكي عن المخطوفين تقول النهار إلى أن رئيس مجلس النواب تبلغ شأن المسؤولين الكبار المعلومات الأساسية عن الأمر فضلا عن حزب الله الذي برز تطور في موقفها أمس إذ أبلغ من يعنيهم الأمر أنه لم يتبنى الموقف الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أول من أمس من توقف سماحة وذكر في هذا السياق أن أحد المسؤولين حرص على انتداب مفد للاطلاع لمجريات التحقيق فتبلغ هذا المفد معطيات جعلت المسؤولة المشار إليه يتأكد أن الوقائع المتعلقة بما رشح عن التحقيق مسؤولين بحزب الله إيه يعني حجبه في صفة راح ما بعرف ما بعرف طيب ما بيعمل الحزب نعم ما بيكي بيانه بيرجع وما بيطلع الحجب محمد رعد بموقف حكي الحزب حكي وقال أنه في بعض الأضوات ممتزمين مع الأجهزة الأمنية مش هكي حاجب محمد رعد أنا كنت بالشفين ما كنتش صحيح سمعتك من الأربع وكنت فوق أنا اللي عملك المصادر اللي عم تعتمد على الصحف كلها مصادر يعني كلها ضد مشالي سميحة بها الفترة ضد 8 أدار اللي حقين كلهم سوا يعني فكرا أنه إذا يعني لا سمح الله طالوا مشالي سميحة بيطالوا من خلفه فريق 8 أدار وطالوا سوريا هذه ما رح تقدر تأثر شيء بالموضوع طيب بس اليوم كان في تجربة قبل مع هذا الفريق السياسي تحديدا مع توقيف العميد فيز كرام نعم يوم يوم أوقف العميد فيز كرام بغض النظر عن مضمون الدعوة سمحني شو جاب ترزان على تكساس يوم أوقف العميد فيز كرام قامت الدنيا وقعدت وسياسة ومحاولة ضرب صف 8 أدار ومحاولة النايلة من العماد أربعة تلميز عند المسيح أنه في ماربولوس وماربولوس نكره ثلاث مرات وفي هوزة وفي يوضاس وفي ميت واحد بدك تلوم ميشيل عون على شغلة ما خاصة فيها أنا مش عملومه أنا مش عملومه أنا مش عملومه أنا مش عملومه أنا مش عملفتح أوصن لا 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 مش عملفلح مش عملفتح ملف العميد معنا شي لأنه لو بدنا نناقش مع الجنرال عون كمان حطقله لخفف الحكم من قال لك كيف تخفف الحكم إجت سنة سجنية يا أستاذ مالك صارت بدل 12 ساعة صارت 9 طلع الزلمة لخفف الحكم ولا علل الحكم ما تعطى الجنرال عون أنا بعرف أكتر واحد بعرف الجنرال عون أكتر واحد بعرف شو جنرال عون معلش غالي أحكي فيها بسرعة جنرال عميشيل عون ما تعطى بالملف نهائيا ما تعطى بالملف نهائيا أخسن بشرفي ما تعطى بالملف مين اللي تعطى بالملف نهائيا 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 من عنده تدخلوا آه بس هو ما تعطى فايز كرم عايشين هنوية سوا اتصال مع إسرائيل أنا ضده لفايز كرم علنا وقلت لا ماما وحق بس أنا عملك هي طلع بقال من سنتين يطلع في كتير تلفنوا ع إسرائيل معك خبر الدخول إلى أراضي العدو أدايش بتقول عقوبتها ما باري في حضرتك خبير أدايش عقوبتها كبيرة هذه جنحة ما بتقطع السنة في كتير بالأينون صغرات بدون تزبيت هكذا الحال أنا اللي بقول لك الموضوع فايز كرم شو بدنا فيه فايز كرم أنا اللي عم بسأله أنه بالسياسة 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 تبنى يوم هذا الفريق السياسي الدفاع عن فايز كرم رجع فيما بعد تبين له أنه مدان بمكان ما فأحجم عن هذا الأرض اليوم وقت رح فايز كرم وعائلته كلها نيح رح وطلع من السجن ورح زار الجنرال عون استقبلوا جنرال عون قعد يومين ثلاثة وفلعوا فرنسا الرجل البعض بفرنسا ما أنت ميشيل عون كان مكبش فايز كرم كان كام شرى فايز كرم كان عنده معلومات ميشيل عون أنه فايز كرم تلفنوا للإسرائيلية مرة وعطيه 8000 أورو مدرشو ما فايز كرم معه مصاري مش فائر يعني أنا في مواضيع مش لك براسل بس ما أنه طلع الحكم بما أنه طلع الحكم كيف طلع الحكم على قل من سنتين يعني يا سيدي طلع سنت لا نخففوه ما مفتوح 100 ألف أسة ما بدون يموت صار كل واحد كل واحد مريض صار يتخفف له مريض ما نقلوه 100 مرة عن مستشف مرة بالقلب أنا ما عمدفع عنه لا يحو طلع اسم الله عليه وعصفته مع حلاله لا فال عميل يموت 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 يعيش يعيش مش مجمور أنا ما بدافع الملف أنا ما بدافع أنا ما بدافع أنا عم بربط أنا عم قل لك أنه يوم هذا الفريق السياسي دخل دخل بقوة في الدفاع عن فايز كرم تبين له فيما بعد أنه أدين في مكان ما فأحجم عن هذا الموضوع اليوم هذا الموضوع هو من خلى هذا الفريق يتوقف قليلا قبل الدفاع عن ميشيل سميحة هلأ هي التجارة بتعلم بس فيه شغلة إذا ما تقول هلأ بالنهار كاتبين أنه راح مسؤول وكذا إذا كانش شايفه كل شي يمكن يكونوا قادوا مع ميشيل سميحة قالوا ايه بس أنا بعد كلام صحف مع احترامي للنهار وكل الناس يعني الموجودين بكل الصحف ب8 أدار و14 أدار أنا كلام صحف بعرف كيف يركب وبعرف كيف يجي علينا أن ننتظر تحقيقات طب مش هاي بنا نشوف أول شي أول شي شو أي طلب بدو يحيله المدعي العام هلأ يعني الاساس رئيس سامي صادر بأي مادة بدو يحيله بأي مواد شو هو الاتهان إنه الإرهاب 11.51 58 أكيد جنيا كبير جنيات بدنا نشوف شو بدو يعملوا هذا الموضوع بعدين يعني إذا كان الموضوع فيه ثابت على ميشيل سماحة لا سمح الله وما كان عند المخابرات أو عند المعلومات مثل بعضها لشان المخابرات والمعلومات والأمن العام والأمن الدولي ما بنسقوا مع بعضون ما هلأ كله سوا صار عندهم ملف بكونوا صار عندهم الملف هذا أمر شي واضح وصريح يعني بس ما تقل لي إنه رئيس بشار الأسد وده التاني المسؤول عن الأمن فعليين يعطونه أزيف إلا ميشيل سماحة ومتفجرات تخلون ونقلون هذه الشغلة ما مش رائق براسي ما بعرف أنا مش صدقة يمكن أنا كونغلطان بس أنا عندي أنا يعانو ميشيل سماحة ما بيسترجي يا خي بعرف نفسيته أنا بعرف ميشيل سماحة ميشيل بخاف ميشيل بخاف هكش هلا ما بيعرف فيون ما بيعمله لا يزن أنا بعض الفاصل الإعلاني يريد ملاحقة قائد الجيش لأنه لا يقوم بواجبته وبعد أنواع من النوم رح تبحث في هذا الموضوع أيضا وأيضا ملف الهجوم على قيادة الجيش ودفاع قيادة الجيش والبيانات التي أصدرتها مديرية التوجيه إضافة إلى ملف سوريا والمخطفين اللبنانيين في سوريا اللي حضرتك كمان تحدثت عنه هلأ من شوي أبو إبراهيم بدي أحكي أيضا وين النظام السوري من الموضوع نظام السوري نظام السوري وقف يقصف في أعزاز لا لا نظام السوري وقف يقصف أعزاز لظنوا أن المخطفين موجودين بأعزاز هن بأعزاز وقف يقصفها سأل أبو إبراهيم فاتحين أنتوا معوا لينك وأصحاب أنتوا هي مصير بطل مثل مثل بزمنات نور السعيد أو مثل الصحاف كل يوم أبو إبراهيم يعني معنا شي يعني بعدين شوال الخطف الموديرن يعني يعني بعد شوال يحكي عنه ونسوين ونخلف ونكبي رح أحكي عن الملف رح أحكي عن الملف بعض الفاصل أقول لهم أصحاب هذا فاصل قصير ونعود أعود لكم مشاهدين أو لمتابعة برنامج الحدث وضيفي الكاتب السياسي السيد جوزيف أبو فاضل السيد جوزيف النائب معين المرعب يقول أريد أن نلاحق الجيش لأنه لا يقوم بواجباته من المعيب أن نسمع كلام نائب وهو يشوف هذا الجيش يضحي بمنطقة خاصة منطقة المثلة ينتخبون فيها بعكار وبشمال لا أعرف إذا شخص مثل جنرال جان أهوجي شخص دمس وأبو ضاي وشغيل وكل شيء أنه يعامل هكي لا أسمع نها من حدا على كل حال أنا بالمجال هذا أرى طيار المستقبل وكتل طيار المستقبل وقيادين طيار المستقبل هن كلهم لا يفقوا الرأي وأظن هو يعرف أنه لن طيار المستقبل لن يرشحه بعد اليوم على انتخابات نيابية في المنطقة التي يمسلها المراحل كان ينسحب من كتلة المستقبل أريح كان لو نسحب كان أحسن وبعدين هو والأمر الثاني له رح يترشح أظن ولا هن يرشحه هو يعيش هو على ما يبدو إطاره آخر للنائب من طيار المستقبل هو يعيش في مراحله الأخيرة كحزبة بطيار المستقبل لأنه البدو يعني البدو يضرب الثاني بحجر ما بيكبر حجره إذا ما بيضربه فلذلك هو عم بيقول إذا الجيش عم يعمل بجبيت هو قائل الجيش قائل الجيش يعني معروف وأنه ظالمي بينام بيكتبوا بيشتغل ليلة نهار وكل شيء الجنرال أهو هي رجل المحترم ويعني أفتكر أنه نائب مؤين المرعبي هو سوف يكون ملاحق ولأ إذا كان محمي من كم واحد من تكفيريين أو إذا كانوا سلافيين صالحين أو غير صالحين أنا ما يبدو أنه بعض التيارات الإسلامية صارت تصب في نفس الإطار مع نائب مؤين المرعبي يلبطوا محاطة على الأقل بمنطقة يتنامى فيها هيدا التيار يتنامى فيها هيدا التيار لكنه خطر علي بكرة لأن هذه التيار بكرة ما عنده مرشحين من الانتقابات يمكن يكون معن المرعبي مرشح بدي يعمل الشيخ بده يصير سلفي خلاص يعني بده يعني هلأ هو مش بس التيار السلفي يعني هلأ يصير وهابي يعني الوهابيين ما بيؤمنوا بالجيش هني بدون جيش منهم فيهم يعني شو بدك يعني وصلوا لواعد فأدوا عاليتهم أنه بدون يعد أولادهم يخرجوا من الجيش يقول النائب السابق مصطفى علوش وهو منصق طيار المستقبل في طرابلس كما ورد في بعض وكالات الأنباء أن قيادة الجيش تقوم بما تعتقده مناسبا بالنسبة لقضية المرعبي ونحن قررنا توقيف هذا السجال لأننا لا نقبل كتيار مستقبل أن ندخل في سجال مع أن ندخل في سجال مع الجيش اللبناني ولا شك أن هناك بعض الأسئلة عن تصرفات بعض الضباط ولكن حلها لا يكون بالسجالات الإعلامية هذا التصريح للنائب السابق مصطفى علوش اليوم بس في تحفظ على بعض الضباط هو ما قصر بالضباط مع احترامي إله الدكتور مصطفى علوش لا أم بيقول إذا كان في هناك بعض الأسئلة بس حلها ما بيكون بالسجالات الإعلامية يا سيدي الشيخ عبدالواحد الله يرحمه هو الرئيب المتقاعد إنها أول ناس هون مرع الحاجز تقاتلوا إياهم وأطلق الرصاص ومعرف شو بعد ردوا علي مت كل واحد هذا مت كل واحد ما بيمروا على الحاجز في كتير ناس شهداء شهداء من الجيش مرعوا عفوا ضحايا بشهداء مرعوا على حاجز الجيش وكبروا الرأس وصار فيه مشاكل وأطلقوا على نار بعد الجيش مش ممكن تمرعوا على حاجز الجيش وتبهد للجيش هذا أمر مرفوض إطلاقا يعني مش معقولة كانوا شو اسموا جيش عادي أو من قلوية أو من كل شي أو مغا هاو دي ممنوع يتبهد للجيش الجندي ممنوع يرجع لورا بس يتراجع على الجيش خلاص انتهينا شو بعد بيحمينها اليوم برأيك اليوم هادي حملة على الجيش أم هناك فعلا لا مش حملة رألة الحملة بس أنا أظن أنه نائب مرعبية سوف يكون مستهدف يعني من الجيش على صعيد القضاء مرح يتراجع عنه هلا بعدين عم بيطروا طيار المستقبل النائب علوش اللي غيره كلهم سوا رئيس سانيورا ما بعرف شو مشان يوصلوا إلى خواتيم سعيدي موضوع النائب مرعبي مشان يوحفوا على خاطر قائد الجيش أو قيادة الجيش ما قالوا حق كل يوم كل يوم عامل الجيش مسلاته تسلاته بيقول لك أنا أعطيني سلاته أروح قائد في سوريا أنا سمعته مرة عم يحكي يعني شيء مش معقول يعني فيه إشياء طائفية عم تحركوا عقائدية أو عنده مشكل صحي نعم فيه شيء يعني فيه شيء فيه شيء عنده مش مشكلة طيب بس اليوم أنونا أنونا في إلى أطر أنونا اليوم وعين المرحبين نايم بدهم يروح أقبل شيء يكونوا ملف وزارة الدفاع بتشكه وزارة الدفاع بتطلب هي بتعمل دعوة وقع الموضوع وزير الدفاع خلاص بتروح عن نياب العامة التميزية بروح مجلس نواب هيئة مكتر المجلس بيجتمع وبحيلة على هيئة العامة الآن بالهيئة العامة بدك تتوافع على محاكمة نائب يعني رفع الحصاني عنه بدك تلتين الأصوات وعند محاكمته بدكونوا ثلاثة رباية ليدينوه هاي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والوزراء ويعني والنواب فلذلك فيه سابق لبنان معلوم شاهي برسوميان فؤاد السانيورة فؤاد السانيورة طلعوا براءة وقت بسنة الألفين صحيح الجهاز الأمني اللبناني السوري طلعوا براءة يقول هو من حاسب وطلع بريء طلع براءة حاول إيدانت وطلع بريء يا شاهدين حالة منيح ومحرقة برج حمود وغيره وغيرته خلص بس يطلع أنا من جميعا بس يطلع عرار قضائي خلص ماشي الحال هذا عرار يعني اليوم بسوي تسوية سياسية عمل الرئيس رفيق الحريري ولو ما شفناه رئيس رفيق الحريري تقدري أقلي في حكومة بعد سنة الألفين ومش الحال ويجابوه يوم انتا فات عبايته للرئيس الحريري برايتم وبخرون كل نصبا وقت عام الفؤاد السانيورة عجبه وزير مالية أصيل نفس كيف نرد اللوقتي باروه وعومه بس شاهيبر سوميان في كتير بعد وزراء في هذا سرع البقراط شو اسمه علي عجاج عبد الله علي عجاج عبد الله خيوة أخذهم مش كميش ما بعرف نتيجة أحد إخواته في كتير محكمات بعد عالآن بس بمحكمة التمييز كان غازي كانعان كان فيه ضغوطات يعني اليوم أمام اليوم أمام الموضوع هم علي ياريس وهنا علي لا ياريس بنفس الموضوع كان نفس كيف يعني شاهيبر سوميان يحال نفس كيف إلا محكمة الرؤساء والوزراء بس غيروا عليه وحال اليوم سيحال معين المرعب أم لن ما يوصل ما بتوصل ما بتوصل من يوقف هذا الموضوع ما بده أكترية مجلس نواب تسوية سياسية اليوم في أكترية اليوم ضد معين المرعب لا بدك ثلاثين بدك ثلاثين مجلس النواب يجو يطلبوا يوافقوا عرف الحصاني بطلاح أولا اليوم الموضوع بيكون بإطار الجيش مين رح يسترجي وقفض الجيش هو بيعرف الشيء من هكذا بعده مكفه هجوم عقائل الجيش بس هو فكره عم يعمل شعبية كل واحد بيقتل الجيش أو بيجي صوبه بده يتبهدل وهذا الرجل يعني أنا ما بتمني له يتبهدل بس هو شو بعد إله إذا الجيش خسر منطقته ما أنت بل ما تفتح الطرقات كلها للجيش وتكون إلى جانب الجيش متما كلا عمركم ليد عكار هك هو مختلف موضوع وهو يأخذ موضوع من المنظار عصبي عصبية وطائفية وكذا وما بتفيد يعني اليوم إذا بيحكي عن أهل السنة والجماعة ما اللي حاكم البلد هني مجلس وزراء عنده عنده الصلاحيات كلها سوا اللي ما عنده هي لا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب يعني حكمه ما له بسلطة النفذية ولا حدا ولو ما معروفه بشير من هون بيدفع المحكمة الدولية بشير أنه اليوم يعني ما فيقول أنه هو متحد وكذا إذا كان في كم سوريا عم يجو يقوصوا على السورية من عنده ويتخبوا عنده وها مش معناتها هو عم يقوي يعني الناس لاجئين ما في أربع خمس تلاف شخص عم يجو من عكار بيمرقوا عن الأحدود وبياخدوا مساعدات وبيرجعوا كل يوم سوريين بيجو على عكار مسجدين أنه النازحين ما كمان السوري ما بيناسبه يروحوا يقيشوا ويأكلوا بس واحد يجي يقوص عليه يكون معين المرعبة أو غيره أو غيراته عم يقوص على سوريا ويردوا على السوريين شوف شوف يعني بس دائما حينما حينما تتهم هذا الفريق أو تسأل هذا الفريق عن اتهامه بأنه طرف بالمعركة بسوريا ميدانيا يقول لا نحن عم ندعم بالسياسة مش بالميدان مين هذا الفريق السياسي أول ثلاث اجتماعات أول ثلاث اجتماعات لطيار المستقبل بكتلة طيار المستقبل بلبنان كتلة نيابية لبنان أولا لا تجتمع هلأ اليوم كتلة المستقبل عم تجتمع لبنان أولا لا نحن ما خاصنا بالأحداث بسوريا ونحن لن نقبل أجب لك البيانات ما بيقبلوا يدخلوا بسوريا برابع خمس واحد رفعوا عقيرتهم واعتبروا حالهم أنه هن بالخامس واحد خامس اجتماع يعني بالصيف بلشوا يهاجموا بكلهم يعني كل الأنظمة العربية اللي كانت عم تهاجم هذا الوضع يعني نائب معين المرعبة رح يكون بكرة ضحية طيار المستقبل وكلهم بيتخلوا عنه ما حدا بيقيت الجيش على كل حال حسب المعلومات أيضا بحسب المعلومات أنه عبد العرب أحد المقربين من الرئيس الساد الحريري زار العماد جون أهواجي قبل عيد الجيش بيوم ونقل له انزعاجه للرئيس الحريري من تصريحات المرعبة وعدم اعتراض كتلة المستقبل أسيسا لا مشكلة لدى تيار المستقبل في ملاحقته قضائيا وعسكريا يعني في هذا يعني أعلى بيقولوا هكذا نفسه الأحتيان بس ما بيليحقوه ما بيليحقوه ما بيليحقوه في لبنان هل يلي يرفع حصاني عن نائب ما بيليحقوه هل يليحقوه هل يليحقوه بيكون في ضغوطات دولية لليحقوه نائب يشيروه يعني نائب يشيروه وحصاني اللحر ويكون في ضغوطات كبيرة أكثر من قدرة الرئيس بري وأكثر من قدرة رئيس جمهورية ربما أو رئيس الحكومة على كل حال تخلص القصة أنا برأيي خلص هلأ بعد فترة بيسكت هلأ بيعملوا آخر تصريح إذا بعد بس يحكي بسرعة بملف أكثر عمجلس النواب نفس كيف كلما يحكي موين المرعب شي بيقربوا ملف شي تاني تآخر شي يسكت بالملف يمكن يوصل وقت يأخذوا ويعتذر من قائد الجيش من قائد الجيش مين بدوا يأخذوا يأخذوا موين المرعب بيأخذوا اللي اللي عملو موين المرعب إذا ما كان نائب بطيار المستقبل شو بيعمل اليوم إذا إذا أررت التيارات الإسلامية في طرابلس وعكار أن ترشح موين المرعب موين المرعب بعيدا من طيار المستقبل ما بيطلع هي إلى هيئة إلى حجم وازن بس ما فيها تطلع نواب تقول حضرتك أنه تيار المستقبل في الفترة الأولى فقط نأى بنفسه عن الإشكال في الداخل السوري وعن دعم التحرك في الداخل السوري بالسلاح وبالعتاد اليوم موضوع الحدود اتشار الجيش على الحدود في كل عكار ألم ألم يضبط هذا الموضوع نا بعضنا عميجوا من خلف الجيش بعوص بعضنا عميجوا جامعتنا اللبنانيين يقوصوا على الجيش السوري وفي وجود الجيش بعدين الجيش ما فيه يتواجد بدك خمسين أنو جندي لتأمن الحدود بحاجة لتلت عديده أكتر بحسب المعلومات بدوا التلت تقريبا بس تاينتشر بين عكار وشمال وشمال البع عملك العرسال بدوا تبنامي تجيبهم يعني بتحطهم منشان شو منشان ما يتغنج وتقلوا دم ويعوصوا ما تأثرو بالنظام السوري أنتو ما تأثرو يعني لبتأدبوا لبتأخروا يعني هذا الموضوع يعني خلق يعني موضوع لازم ينسوا من لبنان يعني اجوا كلهم يعني على لبنان وحكيوا ومؤيدين حكومة النائب النفس هذي هلالي كرينتون تلفنت لها رئيس مئاتي وهنطع موقفوا ومن ثم عندما راح زار المستشارة الألمانية ميركل عم نطلق استقبال حاشد وضخم وكل شي للدلال على موقفها ودعمته وقضية النائب النفس في موضوع نائب النفس موافقين علي موافقين علي يعني خلق عمر يعني هلأ في ناس بدون ياني أنه رئيس مئاتي يكون وفي مع السوريين إذا كان إلى حد ما يقفوا معه وعمل سرطه من سوريا يصطفل منه بموضوع الملف ملف الداخل السوري خلينا نفوت على الداخل السوري لأنه عم يدهمنا الوقت كيف هو الوضع في سوريا اليوم حضرتك جاي من سوريا كثير مليح الوضع بالشام ما في شي سوريا مش بس الشام قال لك شغلة هني شو عملوا ركزوا هني أول شي ركزوا بهجوم عالشام وحلب الشام وحلب قال لك نهجم على دماشق نهجم على حلب ومن ساقط واحدة منهم وخلاص يمشي الحال يسقط النظام بالدماشق يعني لحقهم الجيش السوري وهي يبدو أن الأجهز الأمنية رصدوهم وقبل عضية الأزمة انفجار الأزمة وأثنائها أربعة أيام كانت منتهي الوضع بالدماشق اليوم يحكي عن اشتباكات بمحيط بمطة أفلانية بحي داخل الشام وبمحيط أو بريفها طيب لحظة أوكي هم تحكي عنهم بقل لك شغلة هم تحكي عنهم في منهم بريف الشام بعدين الشام يعني إذا ما سيحتها بلاكتخدها تطلعها 150 كم هاي المدينة عم نحكي إذا واحد قول خرطوشي هونيك أو ضرع أو شيء اسمه بتفكرش أنه أنه الشام تضرر بس اليوم بلد منه مرتاح لحتى تكون خرطوشي ما تقدم خرطوشي بقلب الشام يعني في جيش قلب الشام ما فيه هاي شهر ماهني أفضل يعني طريقة للهروب بشرفة إليك سحبنا تكتيكيا هربوا من حي التضامر رحوا على حاجر الأسود أول تنبارع ضربونه وعملوا بلاحقون بهالمنطقة يلده والمناطق هاي دي هاي هونيك بعيدة كتير عن الشام يعني إذا أنت تقعد بقلب الشام ما بتسمعهم وما بتشوفهم وهي مناطق أصلا إلى الحاضنة بتتحملهم يعني هي بتقدر تحضنهم هاي مناطق وابعد من الشام اليوم نرى ما يحصل في حلب في حمص لا يزال الوضع متوتر بقيت في حي الخالدية بقيت في حي حي الخالدية حضرتك حي ولا بيتان ولا مدينة حي ولا بيتان ولا مدينة في معارك أنت عم تقاتل ما يسمى جيش السوري الحر اللي هو مألف من 400-500 فصيل ما بتعرف يعني يعني نية الآخر واحد بيناتهم بتعرف مين فايت بالتاني اليوم بتجي بتقلي فلان وعلان ما هاي مش ضبطة الشغلة هايدي مع مين بديوا تفاوضوا العالم مع مين بديوا يحكوا فلذلك على الجيش أنه يمشي ماشي بسياسة قبضة الحددية بيكموش هالمنطقة بطهرة وبسلمة وبينقول لغيرها هايدي سياسة الجيش السوري ما في قتل المدنيين يعني تقتيل المدنية هاي بس بعدين وام توصل تهبط البنية على المدنية لا تهبط على المسلحين لا تهبط على المسلحين أكيد يهبط على المسلحين لكن كل وقت حميق الناص بيقتلوا العالم تعرف شعب يخطفوا من الجيش ويقتلوا هاي الموضوع خلص خلص بسوريا يعني أنا بس كمان بها تفصيل الفريق الآخر يستند إلى صور إلى مجازل ترتكب إلى أطفال إلى تركيبات العربية وجزيرة بي بي سي شو دي عند الله تركيبات كلها سوى أنا أعمل لك شغلي حطوا واحد على التلفزيون عم يحكي من أرسل طول من حمص عم يحكي من حمص طولة من أرسل بعده بعده مفهوم الحرب الكونية قائمة لك يا أستاذ مالك 133 دولي صوتوا ضد سوريا لا قسموها داني أي لون بارح سوريا إذا تقسم المحافظات نرتاح وكما لازم نقسم لبنان يعني هذا المطلب يعني من بعما تلاشة القضية الفلسطينية بل شو هلأ تخلي خلوها تتلاشة مثل خالد مشعل وغيره وغيلاته وشو اسمه والمجموعات الفصائل الفلسطينية هن عم تنازلوا عن قضيتهم مشكلة بالنسبة بالنسبة يجري عملية جراحية الجيش السوري كي يحمي أكبر عدد ممكن من المدنيين والوضع بسوريا إلى تحسن لصالح النظام والجيش السوري ليش اليوم حدودها كل سقطة حدودها اليوم كيف الوضع مع تركيا تسمع لي رياض حجاب هرب عبر الأردن عبر الحدود الأردن اليوم بسعطيوا المصريات عميش زال بأردن تقتلوا إياهم وين المصريات لأخذون حدود اللبنانية عم تقوله سايبة لأ ما بقم ديحك عبر الحجاب مش بس رياض حجاب أنا كينسؤالي الأساسي حدود صارتة كلنا شو بعد إلو إيمي رياض حجاب شو بعد إلو إيمي اشتروه عداش بـ 30 مليون دولار راح فل هو أخذ عائلته كله ترك كل شي وفل وين المصريات قتلوا إياهم بالأردن ما بدوا يطلع يعمل بيان إلا ميقبض مصاري آخر شي بعت واحد يعني بيانة يضل أنه من المجموعة هلأ إذا راحوا مع تيو المصريات شو هني يظهروا بلاش لاش يظهروا بيشتغلوا جميع كاريتاس ولا مبرات خيرية بدون مصاري نعم بدون مصاري إما أنه عم بيتاجروا فيهم عم يتبهدلوا كل واحد بفين من سوريا بيتبهدل كل واحد يبقى بلده تحت سقف بلده ما حدا بيحميك إلا سقف بلدك ما حدا بيرتاح إلا بلده هذا خرج من بلده تبهدل بتقلي هلأ الحدود حامية أكيد أكيد بدكون حامية لأنه سوريا مش حامية الحدود بمعظم يبدو أنه ساقطة لا مش ساقطة لألك لا سيزو زيف لحظة مش بس فريق الجديد يوم كل الإعلام فات بقضية المخطوفين تركيا تركيا خليني نشرح لك شوية اليوم يجوا لعب ورقة يجوا لعب ورقة بسوريا بلشوا على آخر 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 فترة شو عمل عبو قالوا حرب أهلية ما زبطت نيع قالوا منشري مسؤولين هلأ أوفيس بوي بسفارة إذا بترك بيعطوه مصاري أوفيس بوي بس هذا ما فيه يرجع ما بيكافوه المصريات بيحطوه بقوتال بقطر بلندن ببريز بقاهرة بعدين شو بيعمل بعدين اليوم رئيس الحكومة انشاء وهيسم المالح انشاء عن المجلس الوطني المجلس الوطني يعيش وحده عمنا أنه كل شهرين ينتخبوا واحد قعد سنة برهان غليون واتجوا عم ينتخبوا جورج صبر أمو الأخوان المسلمين أننا ما بنخبوا واحد مسيحي مضبوط أو لا صحيح أو لا هلأ عبدالباصط سيدة يعني لهو باصط لهو سيدة قعد هذا الزلم فعلا قعد هلأ رئيس مجلس الوطني مشان يحركوا الأكراد أنا بدي أقول لك شغلي تحريك وركة الأكراد اليوم ساعتت بسوريا لأن الأكراد حزب العمال الكودستاني هو إفمع رئيس الأسر منتشر بالحسك يفوت الجيش التركي يضربوا الجيش العثماني لأيش ما يفوتوا يضربوا الجيش التركي العثماني لأن تفكير أردوغان هو تفكير عثماني لأن هذا ليس منطق يعني هو أردوغان وغول وشو اسمه وزير خارجيته أحمد داود أحمد داود أغلو بنيوا أحلامهم وقت أحداث زرعة أول يوم أنه شو عم يعمل بعده أصف شوكة الله يرحمه العمال وليس يفل العميد ماهر الأسد ويفل فلان أنه فكره أنه القيادين وغيرهم من القيادين يفلوا عبيوتهم تنتهي الأزمة بعد حلم السلطنة أكيد حلم السلطنة فلذلك أردوغان كان ينتظر أن تكون سوريا سوريا الإخوان المسلمين الحكم سقطت أحلام أردوغان لأسألك أنا يوم قد يصمد نظام الرئيس الأسد بسوريا شو قداش فيه يصمد التركي قداش فيه يصمده طيار المستقبل بعكار قداش فيه يصمده كل هؤلاء لشو كل اللي عم تحكيه بل شو عم قل لك بحرب أهلية مازم تطمع على كلينتون كلهم سوا أيام سيارحل شوية حركوا الورقة الفلسطينية من يدعم كئم الفلسطيني يفلوا خالد مشعل فل لعبوا عن هذه الورقة والجهاد الإسلام اليوم الدكتور رمضان شالله موجود بالقاهرة عنده اجتماعات وراجع على سوريا يجوا لعبوا الورقة الفلسطينية والورقة الفلسطينية اللعبت بسوريا بشكل قوي بمخيم اليارموك وغير اليارموك من الذي ضمن الموضوع وتدخل مع قيادة السورية رئيس حركة فلسطين حرة ياسر قشلك هو شخصيا تبنى الشهداء وتبنى الجرحة وأنا كل مرة بحكي عنه لأنه هو من الفلسطينيين الناشطين والدولة السورية بتدعمه بتوقف حده لأنه هو الوحيدي اللي ادخل بهذا الموضوع وبعدين لحقته المنظمات الأخرى مع احترامي لا بس ناع حماس هو الذي يدخل وجمد واشتغل مش اندرق الفتنة وهذا مش عم يحكي نعمه صديق لانه بعرفه ونجح نجح واجه على البنان واشتغل نفس الشغل هو زلمي عم يشتغل مش موظف يعني عم يشتغل كناشط فلسطيني سوري عربي بهذا المنطلق وبالتالي نقلوا هلأ على الحرب الطائفية شو قالت كلينتون أنا أخشى من حرب طائفية في سوريا نعم ميم يتناغم معها ديني أي لون هلأ جاي عدركية مشان شو سوريا عندما اختل التوازن فيها يا أستاذ مالك خلت الوضع كله حوالي بالأردن في يفتح معرك الملك عبدالله مع السوريين بدي أسألك يعني حكينا عن الحدود التركية اليوم الحدود الأردنية أيضا ثلاثة رباعة مش بيقيدوا النظام الحدود اللبنانية عم تقولوا في عمليات الرئيس بشار الأسد هل تعالك تفكير السوري رئيس بشار الأسد يشارك الجميع بالأرض لكنه لا يشاركهم بالقرار السياسي من يتخذ القرار السياسي؟ هو بيخذه هو شخصيا ايه تعالك لا لأنه الموضوع شو أهميته بيجوا اليوم أخذوا حمص إذا أخذوا حمص احتلوا المدينة وقتلوا فيها وعملوا ضل سنة نتحرك يضرب حمص بابا عمره صارت ماما عمره ما كان يقنعوا منه إلى أن انتهى الموضوع بهذه الطريقة الدموية وانسحبوا من بابا عمره تكتيكيا نح إجوا مع حي صلاح الدين انسحبوا تكتيكيا يعني هاريبي مشرفي بيشركهم بالأرض بيجعب يحرر الأرض بس ثواتوا على السلطة تضع وزير أو وزيرين الإخوان المسلمين بالسلطة ومعشوك تهديهم ويقوموا بعدين شو بصير بيقولوا العنم وهم فاتوا على السلطة وبعدين بدوا يأخذوا كائنة ومانة لا الأرض تتحرر بس السلطة ما رح يشاركهم فيها ولن يكون هناك مفاوضات مع الإخوان المسلمين مهما كان وعلى المتطرفين وجيش على كل حال يوم استاذ نقوله نصيف في صحيفة الأخبار بس ختم ما قالته تحديدا عن هذه النقطة عن نقطة الإخوان المسلمين يقول بعد استعراض للوضع في سوريا وآخر تطورات وين وصلت على الأرض وطريقة عمل الجيش السوري وعقيدة الجيش السوري يختم بعبارة ذات دلالة منسوبة إلى نائب وزير الدفاع لماذا أصف شوكت قبل 48 ساعة من مقتله في 18 تموز باح بها لشخصية لبنانية تتردد عليه باستمرار تبرز فحو المواجهة التي يخوضها الجيش السوري وتقول العبارة قال شوكت لمحدثه اللبناني لن نسمح للإخوان المسلمين اليوم بأن يأخذوا ما لم نمكنهم من أخذه عام 82 أكيد وقامت خلصة الحرب خلصة ب82 بقيت تداعياتها يفجروا بالبرام كلا 88 سبع سنين بقيت موحلو 80 ل88 عكل حال اليوم هذا الموضوع القرار متخص فيه يعني يعني بيعنوا بالدنياء على الأرض الأرض تتمظف والأرض تطهر وأنا بيقول لك شغلي أنا بيحكيها بكل صراحة أنا كعربي كلبناني كمسيحي وإذا بعد يقول لبا كمان كمسيحي لبناني عربي أنا بناسبني هذا النظام أنا معه يعني أنا هذا النظام يحميني أما رئيس بشار الأسد أو السلطة فوق السلطة بسوريا هي يعني الأردن الملك الأردني يوم بيقول له ما دروح يحكم ملادئية يعني هو الملك الأردني أجواء أمريكية إسرائيلية ما بعرف شو ما في الملك الأردني يعمل أي أي حرب مع سوريين جيش سوريا على الحدود ما فيه ما فيه يعمل حرب الأردن ما تحمل حرب لأنه وضع الداخلي بالأردن أول شيء الإخوان المسلمين ثاني شيء الفلسطينيين ثالث شيء العشائر عنده أزمة مالية وأزمة ماء وأزمة كل شيء الأردن ما بيحمل ما بيحمل بعدين أردوغان وان رايح هتبر أنه هو قدر قدر عمل قدروا عملوا الأكراد بسوريا الحسكة والمنطقة عملوا فيها دولة كردية شو بيعمل بالخمسة وعشرين مليون كردي عنده شو بيعمل بالخمسة وعشرين مليون علوي عنده عدا لوئس كندرون اللي بسميه كاين وماني ما هن الأثمانيين دبحوا 88 ألف علوي ست 1878 دبحوا كل شيء في أرمان دبحوا كل شيء في سريان كل شيء في أشوريين عم بحكي بس رجعوا عتذروا عنه معتذروا لا معتذروا وعم يقبل هلا اليوم المشكلة وين المشكلة بكرة مع رئيس الفرنسي جديد رئيس فرنسي مصر أنه مجزرة أرمانية يعترفوا فيها ويعملوا المشكل لا هنه مش اعتذروا بس قالوا أنه مخصن هن دولة مصطفى كمال أتاتورك مخصة بالعثمانيين أكي لشهن بعضهم على دولة مصطفى كمال أتاتورك أردوغان أردوغان إخوان مسلمين رجع للسلطان عبد الحميد أكيد عنده أحلام زلمي مريض بعد عندي تركيا بتقلي سوريا بس سوريا بس يعني نفي توتريت داخلها خلق لتالمنطقة كل حوالي أما بدي سألك سؤال أما تركيا هو شو صفر بالأحداث بلجت لي بأرمينيا مختلف هو هيها على عداوة إيران إجا على الأكبر صالح الأكبر صالح فاهم وشي يجب يعمل وبعدين ما فيه يغلط لأنه إيران أحدوده بيرجع بتنقل على العراق ما شو العراق رايب وقت رايح أحمد داود أغلو عند برزانيا كردستان من إجا موفد رئيسي عند بوتين عند نور المالك بيرجع شغلة تتعامل من إيران من هو متروك هذا الحلف من هنا لإيران شغلة الثالثة ومع سوريا متوترة العلاقة إضافة مع اليونان متوترة هو عحدوده عم نحكي مع أبرص اليونانية متوترة هو مين عنده أصدقاء أردوغان أول شي قد ما تعمل حالك زالة من تبهور عن الناس وكل ما شعب التركي شعب صديق إنه هلأ إذا هني بحلب ويلع حلب كلها سوا أو حوال حلب ما حدا بيأثر يعني تلكين لحدود بكرة الجيش بيعمل عملية يحكم الطوق مش هيدا مش هيدا هو زيته نفس الشخص اللي رفعت يافيطاته يا هلب الطيب بعد قصة مرمرة سفينة مرمرة القلب هو شو أعمل له إذا هو غير يعني إذا كنت أنت كان مع قطر شكرا لقطر كانوا معك وكانوا قطري شو يغيروا برساقة الأنظمة بتقولوا شكرا لقطر هذا كان أهلا بالطيب بطل طيب يا أهلا بالطيب برأى في شغلي لا بعد كلمتين لأنه بدي انتقل إلى المحكمة العسكرية في رأسنا طرنا بختم هذه الحلقة تفضل بس لأنه بنا ننهي الملف بدي أقول لك شغلي اليوم هذا الوضع بتركيا كمان ما بيفرجيك قد شيء تركيا وضع عندها مشاكل إسنية وطائفية وكل شيء ما في عندها مشاكل أمر واضح هي نسخة مشابهة عن تقسيمات في سوريا تقسيمات طائفية تركيا أخطر لأن المشاكل ماشي فيها في السنة والعلوي والكردي والمسيحي ماشيش مليونية ثلاثة مسيحية لا بحكي أنا بشكل عام هي نفس تقسيمات سوريا كلها المحتلين على سوريا حلب كلها ضيعة مسيحية بس هلأ وكردية بس هم تحكي هم تحكي بـ 25 مليون كردي هم تحكي 15-20 مليون علوي الموضوع ما أنه لقى به إذا عادت سكان تركيا 70-80 مليون يعني أكتر من نص بعدين هوا أكتر شي بيبزوا أولاد مثل إخواننا الشيعة الكراد لأنه بتعرف هم تحكيك صراحة أكتر شي بيخلف المعروفة السطن نعم إني هيك طبعا هذا الموضوع يعني بنا نفهم شغلي أنه سوريا إذا تقسمت بتقسم منطقة كلها وهذا البديو تأثيرها بدو يمتد على المنطقة يعني ما حدا ما فيه بقى وهني مين عم يتقذب هالموضوع الأهل السنة والجماعة تقسيم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقصود فيه السنة للمروني وللمسيحي لأنتو دوكسي وللكتامي لإضاعة البوصلة عن القدس نعم لإضاعة البوصلة عن القدس لا إضاعة البوصلة عن الأرس بختم هذه الحلقة تلاشت تلاشت قضية الأرس للأسف مرى هذا الإسلام يحط العنزي قدام ويقعد مرته وراء وبسوق فيها لأنه مرى ما نوعد سوق بختم هذه الحلقة بدي انتقل إلى المحكمة العسكرية زميلي فرس حطوم لليوم الثالث على التوالي يتابع ملف توقيف الوزير السابق ميشيل اسميحة فرس صباح الخير هل لك أن توجز لنا صباح النور مالك خلاصة ساعات الصباح اليوم في هذا الملف تحديدا نعم بالفعل مالك إذن كما بات معلوما فعند فجر هذا اليوم على الأرجح أو ربما ساعات الصباح الأولى تم إحالة الوزير والنائب السابق ميشيل اسميحة مع الملف المتعلق به وما تضمنه من أسئلة وتحقيقات واعترافات من فرع المعلومات إلى المحكمة العسكرية نقل الملف إذن ونقل الوزير والنائب السابق ميشيل اسميحة والملف الآن بات في المحكمة العسكرية سيطلع على هذا الملف أو ربما الآن هو يطلع عليه بالفعل المفوض المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي سامي صادر بطبيعة الحال لأن المفوض سقر سقر موجود خارج البلاد وبالتالي فالمفوض بالإنابة سيطلع على هذا الملف وعلى ضوءه سيقرر ما إذا كان سيخلي سبيل النائب والوزير السابق ميشيل اسميحة أو سيقوم بتوقيفه بتهم معينة في حال توقيفه وعدم إطلاق سراحة سيتم التحقيق معه ويفترض أن يكون ذلك من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيذا أو ربما أيضا في حال عدم تواجده من ينوب عنه وبعدها على ضوء التحقيقات أيضا سيتم يعني سيتم معرفة المزيد من التفاصيل ربما في كثير من الأحيان الكثير من الأشخاص في حالات سابقة أدلوا باعترافات معينة تحديدا لدى وجودهم لدى فرع المعلومات وثم عادوا عن هذه الاعترافات لدى تحويلهم من المحكمة العسكرية بحجة أنهم اعترفوا تحت الضغط أو تحت التهديد أو ما شابه أو حتى نكروا أن يكونوا قد يعني بعض أحيانا يقول أنه تم تزوير كلامه في محاضر فرع المعلومات لذلك ربما الآن بعد أن خرج الوزير اسماحة من عهدة فرع المعلومات إلى القضاء العسكري سنرى يعني بالفعل ما إذا كان سيكون هناك تحول ما في هذه القضية أو ستتابع ضمن الأجواء التي كانت سائدة سابقا هذا هو كل شيء حتى الساعة هنا محامي الدفاع عن الوزير اسماحة مالك السيد مجتمع الآن لدى مدعي عام التنييز بالوكالة وهو يعني في صدد إنهاء هذا الاجتماع في قضون دقائق قليلة وقال أنه بعد هذا الاجتماع طلب من الصحفيين التجمع أمام يعني أمام المحكمة العسكرية للإدلاء بتصريح أو بموقف ما حول كل تفاصيل هذه القضية مالك سحطم مباشرة من أمام المحكمة العسكرية شكرا جزيلا لك سنبقى في تواصل مباشر معك في حال ورود أي جديد أكان على صعيد المعلومات وتصريح محامي الدفاع حول هذه القضية أم أي طارق قد يطرأ على هذا الملف من إخلاء سبيل أم اتهام وتوقيف للوزير السابق بيشيل سميحة شكرا جزيلا لك حتى الساعة أستاذ جوزيف بآخر دقيقة من هذه الحلقة معي دقيقة بس بدي أحكي اليوم بل رجع يبرز اسم الأخضر الإبراهيمي كمبعوث دولي لسوريا إضافة أو بالأحرى لتطوير أو لتنشيط عمل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا هذه البعثة أجهد عملا منها مستمرة بوجود لا حل سياسي ولا حل عسكري هذه البعثة من المستحسن أنه تكفي بالهي فيه هذا المطلوب لأنه لا يوجد أن يعملوا شيء مع سوريا الرئاسة الروسية والرئاسة الصينية والإيران موفدين رايحين جئين على سوريا وخلاص هذا الموضوع انتهى ما قادر يعمل الأخضر الإبراهيمي أكثر من ما يعملوك في أنان لا يوجد أحد يعمل شيء يريد أن يرى الحقيقة على الأرض يرى أن يدبحوا الناس يقتلون فيه بكل العالم إذا ينزل جيش سوري حر بواشنطن يتركوه يتحرك ويحتل بواشنطن نيويورك هل يصير تغيير ديمقراطي بالقوة ويقول لك بنعمل دولة ديمقراطية ويدبحوا المسيحيين ويدبحوا غير طواقف هذا شيء مرفوض حتى يدبحوا هني يكفروا الناس ويقتلوا الصنة هذا شيء مرفوض وبالتالي هذه المهمة مهمة مرعب لا أكثر ولا أكل يعني بالقتال ويرقبوا بس يعني ما في بديل عنها الأخرى ولكن أنا بدي أحكي شيء عن معركة حلب اللي عم يحكي عنها اللي مش عارفينش في معركة حلب حلب أهميتها أنه هوليك اعتبروا أم المعارك حلب بس يستكمل جيش سوري بعد أنه عم يضرب طرق الامديدات عم بقلهم طعوه شرفوا كلكم سوا بفوتوا بس يفوتوا كلهم على أطراف حلب بيغلق الحدود كلها سوا ساعتها بيعمل عمليته بس تسقط هالمناطق كلها بيات جيش السوري لا بدأ يرززور ولا بالحسكة ولا بحمص ولا بالرأة ولا بأي منطقة فيها شوية توترات ولا بريف بحيالة مطرحة بدك بدون يركوا سلاحات ويهربوا لأنه حلب يعتمدوا يعتمدوا عليها لأنه المعركة دي لمشق كانت محصورة خلصوا عليهم أربع خمسة أيام أما حلب أفاقة بعيدة بس يستكمل حدود الجيش قبل صارت بابا عمرو وقلته إنه إذا سقطت بابا عمرو بقيد الجيش السوري لا لا بس كمين لا لا مش الأستاذ ولي الجمهورات إذا سقطت بابا عمرو سقطت الثورة ما حدا ما حدا يقل لك إنه الثورة الثورة هونيك بكشوف نظام الإخوان المسلمين الجديد شو عم يعمل اليوم لا تنسى ما تنسى عم بصير هالعملية بس تنعمل هالعملية نذكر بعضنا مي بدو كافي بالقتال عم تحكي بحدود 832 كيلومتر مفتوحة بكل شي شو بدك فوت السلاح شو بدكو نعملوه آخر شي القرار يتخذ وما بتكر عيدروا يقفوا بوجه جيش السوري ملا عيهدوا معه وبالتالي كمان خلال وسائل الإعلام الي هي الكريمي كلها سوا تتشوف 16 جندي يلي دبحون جماعة الإخوان المسلمين والسلافيين ما بعرف مني دبحون دبح مش أتلون على طريقة نهر البارد دبحون أخذوا هاد دباب وفاتوا على الكيان الصيوني يعني شوف العملية وان رايح الحنظم هذا بمصر بمصر بسينة وهلأ الحداث بين مصر ما حد شايفه والاعتراقات والمشاكل الإعلام السوري ما بيجي بسيرة مصر بعض الإعلام مصري بده مع الشعب السوري مش عارفين يتصرفون بغرائز وغير غرائز ما حدا يجب يحكم يكون مسلم إلا الإسلام مسلم المعتدل الإسلام الأمريكي ضده والمسيح الأمريكي أنا ضده بس إننا عمير فعوا راية العدالة والتنمية كإسلام معتدل صدقتهم أنت صدقتهم بصدهم أنت للحديث لا سمح الله إذا نزل صاروخ بإسطنبول بيخسروا 30 مليار دولار سياحة بلوش حدا يجي على إسطنبول وهي من أجر ليس إسلام معتدل عيدة في إسلام إسلام معتدل لأشوانك كانوا ضايفوا بيرا ووزكي بعدنا عم ضايفه أنت ما ترحش على إسطنبول ضايفوك وزكي شي لا شربش وزكي لا أنا للحديث تتم بحلقات مقبلة إذا الله رأت لهم بنتهي وقت حالتنا أستاذ جوزيف أبو فاضل شكرا جزيلا لألك على حضورك معنا في هذه الحلقة وأهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدين الموعد بيتجدد غدا عشر ونصف صباحا بتوقيت العاصمة بيروت بشكرا لكم بحي إدارة الـ OTV نيو تيفي جديد إدارة نيو تيفي والأساس تحسين الخياط أهلا وسهلا فيك دايما ضايف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة مشاهدين الموعد بيتجدد غدا عشر ونصف صباحا بتوقيت العاصمة بيروت حتى ذلك الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة